القضية يا أخوان فهموها مو قضية الشيعة وسنة قضية الاستئثار بمصالح محددة على حساب الشيعة والسنة وهناك للأسف طبقة سياسية استثمرت هذا الجهل الشعبي المركب وباقت العراق ودمرته ورهنته للأسف رهنته بمشاريع إقليمية خارجية هذا الاتفاق فيه جنبه أخلاقية الجواب كيف يكون أي تبرير تنطي أنت من جانب اللبنانيين مقبول بالنسبة لللبنانيين أما بالنسبة للعراقيين أنت تجيب أربعة آلاف داعش يذبهم على الحدود بالبو كمال وتعرف الداعشي استاذ أنور هو يكون خبراء صيارين عسكريين ما حد حدش هذه المعلومة الداعشي ما يتحرك متر بدون حزام ناسف جزء من زي فبالتالي تجيب لك أربعة آلاف حزام ناسف خليهم على حدود العراق